موسيقى أنا سائد كارزون عمري 31 سنة من فلسطين اسمي ماير ماجدي عندي 27 سنة ومن مصر اسمي أحمد بن عمر من مواليد قصر الخرباز ناشط مدني حقوقي بعلم بجامعة ومزارعة موسيقى موسيقى بي كان يعتبر ليبرالي بوقته بأيامه كان كتير يعتبر هلأ يمكن أن تطلع بليه لأنه في أشياء كتير كان يجب أن تتطور أكتر بقى ربينا نحن مثل بعضنا البنات والصبيان بقلب البيت لأخر مرحلة وقتها توفى كمانا كانت دورتي موزعة على الكلب التساوي يعني بنات والصبيان كنت كجميع للأطفال اللي متلهم أباهم في السن ديلة في السن ديلة سمسنين الوالدة اللي في الول هي اللي خدمها هي اللي كبرتنا هي اللي سميته وما كانتش وكانت تلاتي قايا فرصارا حتى فيما يخص الورس ما عمر دقات اللي باب ديالخوتها تقول لهم أعطيوني الوطرة عندي دريل ما عندي من أكلهم إنه هي كتأمر بالخدمة وديما كتوصينا على الخدمة والمعقل أنا أبوي فنان يعني أبوي مغني كان دائما بالحفلات وين أبوي بالحفلات دوي يشتغل للكم يجيب للكم مصاري فبتفهمش من تطفل إنه بتعب عشانك وبالتالي هون ما بتشوفوش بيشتغل بأعمال منزلية عارف كيف ما بتشوفوش بيعمل الأمور اللي فيها هدا النوع من المشارك الام ده تربي ده تدير بالع على البيض ده تطبخ ده تعمل كذا إلى آخره وهدي الستيريو تايب وهدي الصورة النمطية والرجل دي يجيب مصاري هدا هول هدي على ما يبدو تقسيمة الأدوار اللي مجتمع خلقها المجتمع ديالنا مجتمع ذكوري وكي التعامل واختلف بين الدكر والأنتها بالنسبة لي الرجلة هي هي نحاول ما أمكن تفهم مع المرأة في المجتمع اللي ما نقدرش نعيش بلها وهي ما تقدرش تعيش بلها رجل أنك تكون رجل بفلسطين مش إش سهل أنت عندك عادات وتقاليد بتحكمك عندك بيئة بتحكمك عندك الاحتلال بحكمك عندك المنظوم القانونية بتحكمك عندك إذا كنت زي الأخل كبير معناته لازم تتحمل مسؤوليات معينة تخيل هذا قديش ضغط نفسي معناته ممنوع تبكي وإذا بتبكي معناته أنت مش رجل كيف بتطلع عليك الناس؟ وإذا بتعبر أنت مش رجل أنا بشتغل على المسرح التفاعولي مسرح المكهورين وبشتغل سايكو دراما المسرح التفاعولي بالنسبالي هو من أهم الحاجات اللي فعلاً البناء آدم بيعرف يعبر بها عن نفسه الرجل بيبتدي يعبر تماماً عن نفسه لما بيبتدي يحس إنه هو الموضوع قريب من حياته وإنت دايماً حتى تسمع كده كلمة يقولك الفن غذاء العقل والروحة وهو الرائق والراجل بشكل عام هو بيبقى عقلاني أكتر أنا راجل فما ينفعش عاياتي أنا راجل فما ينفعش عبر عن نفسي أنا طول الوقت أنا جامد وطول لكن لما بتجيله الفرصة بتلاقي الجبل اللي قدامك ده بتكتشف إنه هو بينزل على ما فيش وبيرجع لعاصله أساساً كإنسان كيف ينفعش؟ يعني الدور النمطي اللي ذكره هو إنه يكون الكاسح هو المسيطر هو اللي ما عنده عاطفي هو القوي هو اللي بيخوف الأولاد هو بيخوف أولاده هو عنده وهرة على مرته هو عنده وهرة على المحيط طبعه بينما العاطفي هي شيء أساس موجود عند الرجل مثل ما هو عند المرأة يعني بمجتمعنا بطبيعة الحال الرجل هو رأس المرأة يعني هاي الفكرة اللي موجودة والمرأة هي تابعة للرجل نحنا واحدة من الاشياء اللي منواجهها أكيد ضغط المجتمع وقال ما هنالك وفي ناس لها بيعتبروا موديل بالإضافة لهالشغل هيدا أكيد في عندي بيتي اللي هو أولويه في عندي ولدين زوجتي كمانا هي ثلاثة ربع وقتها خارج لبنان بغيابة أنا بكون عم بهتم بأمورهم ومنتعام مع بعضنا وقتها هي بكون أنا عنده شغل هي بتهتم أكتر وقتها أنا هي بكون عنده شغل كمانا أنا بهتم كان سير مأوى الخربات ومسحف الواحات ورأييش جمعيات الخربات للطراف والتنمية المستدامة فاش كنت كان بنيوه داك شي ما كانوش مشاكيلي الرجال ومالي كانو كيبنيوه فاش كملت لبني مشيت لليسير بيس اللي هو سميتو الإطعام والإسكيانو داك شي كانوا مشاكيلي ديك ساعة باش تجي المرأة تخدم فلوطي لعدهم راح شمارة هاكي وكانوا شي واحدين اللي كانوا بغاوا يضربوا داك شي ولكن ما خلاوا مش سمع ديال ناس وسميتو وثانيا نهو الناس كانوا كيقولوا هاداك راحبيل ثانيا لخدمة فبنسبة لنا كان عامنا نهو الخدمة ما بقاش ديال الراجل ولا ديال المرأة الخدمة الواحد اللي يعطي فيها وغير سح فيها ويعطي فيها يخدمها الشغلي بهالموضوع هيدا عززلي وأوالي القناعة به اللي عم بعمله هي طبيعة أنا عم بتصرف بطريقة طبيعية بس بكل هالاشي اللي حوليك بالمجتمع بتحس انت انه الطبيعي هو غلط والغلط هو الطبيعي شانيك اسست اشي اسمه تغيير وتغيير مش مؤسسة ولا جسم قانوني بقدر ما انه فكرة والتغيير هو انه نصلح الناس وبالاحرى نستثمر بالناس ببساطة انت بتستثمر بالسوشال ميديا بالمعلومات بالداتا بتوفرها للنساء للرجال انه عنا عدد قضايا كذا وكذا من الاغتصاب من التمييز من التحرش من العنف ولكن بتعطي الجانب الجميل انه في عنا قصص نساء رائدات ناجحات لما بتنادي بالتغيير وبتشجع الناس تغيره أول واحد لازم تعمله انت هذا هو التغيير التغيير يبدأ من الداخل ومن ثم بالخارج شوية بشوية شوية جاءوا اللوالا كي جاءوا شابنات اللوالا خدموا بمثال في الأمثلة كاين هات الشي ديالي حيك راه كان عقل في 2003 بديت الثلاثة ديال العيالات وراهم دابا 13 واحدة من 3 الى 14 بالنسبة لعمل المرأة بالنسبة لتخدم المرأة مزوجة ولا مزوجة ماشي مشكلة وذلك الشي ما غاتي شي تأثر لانه إلا بغات تخدم المرأة غادي تشوف الحياة ديالها الحياة ديالها غادي تشوف الحياة ديالها غادي تساعات غادي تقرر باش تخدم أشمل الخدمة اللي غادي تنسبها مع الحياة ديال المجتمع ديالها أهم حاجة عشان يبدا فيهم سواه أن كل واحد يركز في نفسه وفي حياته بس أنا دا وجهة نظر لما أنا أشتغل على نفسي كويس جدا ولما أنا أعبر عن نفسي طول الوقت عادي هاي بافي مصاوات ترجمة نانسي قنقر موسيقى